طالبت أوكرانيا طالبت أوكرانيا هذا الموضوع هذا السبق الذي تكلمت عليه هنا ونعطيه مجموعة الأرقام والمؤشيرات ونقول ما تعمل الحكومة لمعالجة هذا المشكل أولا ما يقع في أوكرانيا وهنا بغيت نتفاعل مع السؤال ما يقع في أوكرانيا بعض الأحيان الجامعات تعود للدراسة عن بعد خاصة بعض المناطق ولكن جامعات كثيرة تتوقف الدراسة وكتكون وكتوقف فبالتالي في آخر مرة تكلمنا لم يكن الوضع بحال اليوم حسب تطور الأوضاع محليا نرى ما كان الدراسة ولكن لنقول ما تعمل الحكومة إلى حدود 18 أبريل 2022 7206 طالبة تقريبا 70% منهم من طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة سجلوا على مستوى هذا البلاتفورم لدارة وزارة التعليم العالي ما هي الحلول الآن الممكنة؟ الحلول مجموعة من الحلول أن تقوموا بدراستها الحكومة وقريبا جدا سوف يتم يعني انطلاق تفعيل الرسمي لهذه الحلول منها مثلا منها مثلا بعض الأفاق تتم حاليا دراسة حلول ممكنة من أجل استكشاف أفضل السبول لاستجابة لهذا الوضع بما في ذلك إمكانيات مقترحة على الصعيد الدولي مع دول شركة ميتر رومانيا وهنغاريا وبلغاريا فهذا الموضوع الآن السيد الوزير قام بالاتصالات دياله اللازمة كان مجموعة ديال الصعوبات اللي مرتبطة بالدفاتر البداغوجية إلى غير ذلك لكن هناك رغبة من هذ الأطراف هذي لمساعدة المغرب باش هذي هذي الطلبة يلتحقوا بالدراسة اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة